السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم متابعيني حبيبي عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الصواني الحلوة اللي انتم شايفينها مع بعض دي ونقدم مع بعض العصاج ونشوف مينو بتعصج اللحمة ازاي او بتقدم العصاج ازاي انا عندي طوصة مفاش اي مادة دهنية وعندي كيلو لحمة هحط كيلو اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين كده وهحطه وافرده كده في الطوصة شوية لحد ما لونه يبتدي ان هو يتغير وعندي بقى 3 بصلات صغيرين كده انا بقى عاملهم كويس جدا من عاملهم كويس جدا في الكبة وعصرتهم واخدت المية البصل بتاعتهم وانزلت بيها على اللحمة المفرومة بالشكل ده وهسيبهم كده هسيب اللحمة تتشرب مية البصل بتبقى تحفة بالطريقة دي جربي وعمليها وقولي لي رأيك ايه في الكومنتات خلاص هسيبها كده مع بعض شوية اللحمة بصوا شربت مية البصل وبقت نشفة خالص ازاي انا مش حطة فيها اي مادة دهنية لسه هنزل بقى بكمية البصل اللي انا عايزيها انا هنا كيلو اللحمة حطيت عليه 3 بصلات فرماهم ناعم كويس جدا هقلب بقى فيها كويس كده وهنزل بالتوابل آآ هنزل بالتوابل بتاعتي كل واحد بيبقى لي نوع توابل كده معين ما بيقدرش يستغنى عنه في اكلته انا النهاردة هقول لكم على التوابل اللي انا هستخدمها انا هحط معلقة صغيرة من توابل اللحمة او بهارات اللحمة آآ ومعلقة صغيرة بابركة وهحط كمان معلقة فلفل اسمر مطحون وهحط نص معلقة حبهان مطحون انا المعلقة دي معلقة توابل معلقة صغيرة آآ انتي بقى حابة تحطي انا لسه كمان هدوق وهزبط اكلتي واشوفها لو محتاجة تاني حاجة هحطلها انا عندي هنا المادة الدهنية اللي انا حطيتها حطيت معلقة سمنة بلدي انا لسه مسياحيها آآ فحطيت كبشة صغيرة برضو كبشة دي ما هياش كبيرة ولا حاجة حطيتها وديكوا شايفين هي نشفة ازاي بس طبعا السمنة البلدي بتديها كمان ريحة وطعم حلو فحطيتها وقلبت فيها شوية زي ما انتوا شايفين كده وعندي بقى جبت طماطميتين صغيرين او حباية واحدة من الطماطم زي ما انت عايزة او لو انت برضو مش عايزة ممكن تستغني عن الخطوة دي وعملتهم آآ في الكبة طحنتهم ونعمتهم آآ في الكبة زي ما انتوا شايفين كده مش مش كتير يعني بس بتدي ريء حلو للآآ للحمة المفرومة او للعصاق خاصة لو انت هتعملي مثلا بيه لزانيا او مكارونا آآ فرن او مكارونا بشاميل بتديها آآ اللون حلوي وبتديها طعم حلو هنا عندي ده مكعب فلفل آآ رومي احمر آآ مش حراء انا يعني عاملها كده مفرزها وحطها مكعبات كده ولما بعوز وباخد منه مكعب زي ما انتوا شفتوا كده وخلاص نقلتها بقى على العين الصغيرة علشان خاطر تكمل سواها مع بعضها وهنا جبت حل علشان خاطر اعمل آآ البشاميل هنعمل النهاردة كمية بشاميل كبيرة انا مثلا عندي آآ هعمل آآ آآ اربع او خمس معالق دقيق هحط معاهم اربع او خمس معالق برضو آآ سمنة او زبدة او زيت اي مادة دهنية انت بتحبيها انا حطيت آآ جزء سمنة بلدي وجزء سمنة عادية تمام? حطيت الدقيق هقلبه بقى هبتدي ان انا اقلب فيه احتاج مني سمنة تاني فحطيت يعني عنيك بقى وايدك مزين يعني البشاميل لازم يوصل معاك وانت بتقلبيه للدرجة دي او بمعنى اصح الدقيق والسمنة يبقوا متجنسين مع بعض بالطريقة دي ما يبقاش الدقيق يابس او او يعني ما يبقاش محتاج مادة دهنية يبقى زي ما انت شايفة كده طبعا مش هحمره ولا حاجة انا بس يضبك ريحته تطلع كده نزلت بمكعب مرأ وعندي هنا لتر ونص من الحليب او اللبن نزلت بيهم بالطريقة دي وهقلب هقلب كويس علشان خاطر ما يبقاش فيه اه اي تكتلات وخلي دايما ايدك في البشاميل اللي ما تصيبهوش يعمل كتل منك انا طبعا لسه هضيف لبن تاني انا عندي هنا حطيت معلقة ملح لاني انا حطى مكعب مرأ برضو هعمل وهحط المكونات بتاعتي وهحط نص معلقة من الحبهان المطحون وحطيت معلقة فلفل اصمر مطحون هقلب بقى الكلام ده وهزود اه تلات اربع معالق لبن اه بودر وعليهم مية ربع كباية مية او نص كباية مية حسب بقى الكمية اللي انت بتعمليها يعني ونزليها واضربيهم في بعض كويس كده اللبن بالمية وبعدين حطهم على البشاميل ممكن تستغني عن الخطوة دي وتحط كريمة لباني ممكن تستغني عنها وتحط جبنة كريمة يمكن تحطي اي حاجة بس انا انا المرة دي هعمله كده هنعمل طبعا الحاجات التانية دي اه ان شاء الله بازن الله هنعملها مع بعض يعني البشاميل برضو من النوع اللي ممكن تحطي عليه اضافات كتير انا هنا عندي اه اتنين بيضة حطيت عليهم علاقة فلفل يعني سنت شعر اه سنت كده فلفل اصمر او شعرة فلفل اصمر وحطيتهم على بعض وقلبتهم في البشاميل كويس جدا يعني انت وان ايد بتحط البيض وايد بتقلب كويس قوي 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 وتسبيهم شوية على النار وبرضو ايدك فيه بتقلبيه لحد ما وصل معايا للقوام ده القوام ده حلوة قوي للبشاميل لان انت لسه لما يعني على ما تيجي بقى تروس الصينية بتاعتك هتلاقيه ان هو تقل شوية زي ما انتو شايفين كده انا هنا جبت البيركس بتاعي وحطيت فيه اه فرشت كده فيه البشاميل وهنا عندي لازانيا هروس بقى اه بالطريقة دي هو البيركس كبير شوية عن عن اللازانيا بس ما فيش مشكلة هو اخد مني التلاتة دول جنب بعض كده بالطريقة اللي انتو شايفينها دي وهروس صنيتي على كده وما فيش ومشي يجرأ اي حاجة وهكمل وهتطلع ان شاء الله باذن الله زي الفل شايفين انا هنا حطيت اللحمة المفرومة اللي احنا لسه معصاجينها مع بعض عايز اقولك والله طعم وريحة ولون ونفسها حلوة اوي اوريقها حلوة اوي يعني طلعها طحفة اه حطيت بقى هنا عندي جبنة شيدر فقطعطها كده اه زي ما انتو شايفين بالطريقة دي وهروس بقى الرائد تاني او الطبقة التانية من من اللازانيا انا مسلقتش طبعا اللازانيا ولا حاجة انتو شايفين انت ممكن تسلوئيها لو انت حبة انا حبيت ان انا اعملها كده وهي هتستوي هتاخد من البشاميل اه ومن اللحمة ويبقى طعمها حلوة وهتستوي ان شاء الله باذن الله وتبقى زي الفل يعني ما تلاقيش ان انا او ان انت تحطيها من غير ما تسلوئيها لأ بتبقى حلوة بس انت قطر البشاميل بتاعها شوية وهتطلع معاك مورقة وفي نفس الوقت غرقانة بشاميل كده وغرقانة لحمة مفرومة واخدة من طعم التوابل وهتبقى آآ جميلة زي ما انتو شايفين كده انا بحط بقى طبقات وبحط طبقة من اللحمة المفرومة وعليها البشاميل آآ عندك بقى جبنة موزاريلا ممكن تحط في كل طبقة انا استكفيت ان انا هحط في هنا في طبقة آآ طبقة موزاريلا وحطي الطبقة من الجبنة الشيدر لو انت حابة ان انت تحط في كل طبقة آآ كل حاجة برضو ما فيش مشكلة هتبقى طعمها حلوة من ايدك وزي ما انتو شايفين كده خلاص انا آآ رصيت الصينية هحط بقى عليها كمية البشاميل هتاخد مني كمية بشاميل كويسة زي ما انتو شايفين كده طلعة كويسة وهحط بقى على الوش بتاعها آآ جبنة موزاريلا عندك آآ بشر روميلا برضو حطي عندك اي حاجة حابة ان انت تحطيها آآ يدي وش وشكل حلو آآ اعملي عندك اشتة حطي برضو بتبقى جميلة شايفين انا قطعت جزء جبنة شيدر مع الجبنة الموزاريلا وهدخلها بقى الفرن ممكن كمان بيضاية وتضربيها كده بحبة فلفل اصمر او فلفل الابيض وتحطيها على الوش تديكي لون حلو هنا بقى انا سلقة مكارونا وهنعمل ايه آآ صنية مكارونا بشاميل صغنانة كده جنب اللازانيا انا المكارونا لسه نزلة من عنار زي ما انتو شايفين كده مش بخسلها ولا حاجة آآ بتطلع ضخان ورحتها حلوة لان اول ما نزلت من عنار انا رشيت عليها حبة فلفل اصمر كده وقلبتهم في بعض ورصيت بقى هروس الصنية بتاعتي زي ما انتو شايفين كده حطيت البشاميل وبعدين حطيت المكارونا وبعدين حطيت اللحمة المفرومة او العصاج اللي احنا عاملينه وهحط حبة آآ موزاريلا حبة تحطي مش حبة ممكن تستغني عن الخطوة دي حطيت بقى كمان حبة بشاميل وبعدين هحط طبقة من المكارونا وهعيد الموضوع تاني احط آآ طبقة من اللحمة المفرومة وطبقة بشاميل وبعدين نشوفها نقفل الصنية ازاي مكارونا بشاميل بالطريقة دي بتبقى حلوة قوي لما بتعمليها كزا طبقة كده بتحس ان انت كل الطبقات فيها كل حاجة فبيبقى طعمها حلو وشكلها كمان حلو هحط بقى آآ عصاج فريدي بقى العصاج حط كمية كبيرة كمية قليلة حسب اللي عندك اعمليه هتطلع برضو طحفة بتوابلك بحاجاتك الجميلة اللي انت حطاها هتبقى زي الفل وهتبقى طحفة هنا بقى انا خلاص رصيتها كده وزبطتها وقفلتها ورشيت عندي كان عندي معلقتين زبدة كده آآ صفرة آآ سايحين كده حطيتهم اشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش واعملي آآ وفعل الجرس وكمان اعملي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن شايفين معلقتين السمنة آآ او الزبدة الصفرة خلوا شكلها عامل ازاي ولونها عامل ازاي كنت معاكم من قناتي ومطبخي مونة الشازلي اشوفوا الشكم بخير في فيديو جديد في مطبخ مونة الشازلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش دعوة حلوة من نجرة اشوفوا الشكم بخير اشتركوا في القناة